ما فيه شك أن التعريف بتاريخ وحضرة مصر مش بس جوه المتاحف لكن ممكن يكون فيه قلاع الصناعة المصرية وده اللي تم مبارح من خلال زيارة مبادرة بستان الإبداع لمصنع غزل المحلة والنسيج اللي بتعتبر زيارة مهمة لتعزيز الإبداع والفن لدى الأطفال المصريين عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة معانا الناقد محمد كمال المشرف على مبادرة بستان الإبداع صباح الخير عليك يا فن صباح الخير يا فن يا أهلا بحضرتك في البداية نعرف الهدف يا أهلا بيك الهدف الرئيسي من هذه المبادرة إيه والله المبادرة دي دعاني لها الدكتور أليد خانوش رئيس قطاع الفنون لتأسيس هذا المشروع من الأول وابتدينا في شهر سبعة الهدف طبعا زيادة الوعي عند الطفل المصري وأي وطن بيحتاج طاقة إنتاجية كبيرة وبيحتاج سلاح للدفاع عنه بيحتاج حماية كبيرة مع الاتنين لوعي الطفل المصري لتأسيس مستقبل لهذا الوطن ما ينفعش تدخ أموال كبيرة في الإنتاج من غير ظهر ثقافي وما فيش ظهر ثقافي من غير وعي طفولي يفتح الآفاق لمستقبل الوطن بحجم مصر فقديم حتى رقم تسعة من المشروع يعني اختارنا أنا وفريق العمل محترم جدا فريق عمل منطقة يعني بعانا الأستاذ أسامة عادل المدير التنفيذي للمشروع مروى موحي مدير المركز الثقافي لطول حسين رانيا مهدي مدير مدحف رات الصدق هنا فراج من قسم تكنولوجيا المعلومات وروان عبدالله المسؤول التوصيقي للمشروع يعني مجموعة منطقة جدا بشرف طبعا أنهم معايا وأنا معاهم مبارح العلاقات العامة في مصنع غازل المحلة استقبلوها لحياة استقبال رائع جدا بين مكينات المصنع بعد جولة المكينات ده كان الأهم بقى كانت محاضرة ليه عن تاريخ المحلة عن نجوم المحلة المحلة قدمت إيه في الثقافة والفنون والرياضة طبعا ما أقدرش أبدا أن أتغافل عن اليوبيل الزهبي لنصر أكتوبر وبالتالي ما أقدرش أستبعد من مخيلة الطفل ما يحدث في فلسطين يحدث مع أهالينا في فلسطين لازم أنت بتختبر الوعي عند الطفل هو شايف فلسطين إزاي طبعا بطمن كل المصريين اللي بيسمعوا الطفل المصري على درجة عالية جدا جدا من الوعي يعني مبارح مثلا كل الأطفال كانوا متضامنين مع فلسطين كل الأطفال كانوا مع الاستقلال الاقتصادي والمقاطعة ومن هنا تأتي أهمية الورشة والمحاضرة خليني أخذ من كلام حضرتك وأقول أهمية الورشة والمحاضرة اللي تقدمت وكمان إحنا عرفنا أن في عصف زهني بيحصل لتحديد الزيارات والاتفاق على إيه اللي حيحصل أهمية العصف الزهني اللي موجود في المدارس إنه هو ده بيعمل استثمار في قاعدة الطفولة اللي موجودة عندنا في مصر طبعا القاعدة الطفولية في مصر هي السند الأكبر لمستقبل هذا الوطن وزي ما حضرتك شايفة كده مجموعة الأطفال ودي عالم مصر وعالم فلسطين فبنتطمن على وعيهم بنتطمن على إدراكهم وعلى إبداعهم وعلى فكرة يعني ما بنشتغلش على ما يسمى بالمواهد هل نشتغل على العين العشوائية اعتمادا على إن فيه وطن موهوب ووطن موهوب نص نص ووطن عريق ووطن لا المصر وأنا بشتغل طبعا مع الأطفال من أكثر من عشرين سنة الطفل المصري حايم على ضح من الحضارة والإبداع تاريخه سنده في سن مبكر جدا يعني فيه ورشا عملتها مع أطفال سنة ثلاث سنوات الطفل المصري اللي سنة ثلاث سنوات ما تقدريش تسويه بطفل آخر في أوروبا مثلا لا طفل المصري أعلى طفل المصري سنده حضارة عريقة عميقة وبالتالي أما بتيجي الدور مستس كمان لفت نظري حاجة مهمة قوي في كلام حضرتك حراج بتقول ما بتشتغلوش على المواهب الموجودة بالفعل أنتوا بتشتغلوا على عينة عشوائية دي حاجة مهمة جدا وأعتقد أن ده تطبيق حقيقي لقانون الطفل لأن كل الأطفال من حقها أنها يتم دعمها وكل الأطفال من حقها أنها يتم مشاركتها والناس كثير قوي دايما قاعدت تشكي بالسنين في المدارس من أنهم دايما بياخدوا الأطفال الأشتر والأطفال عندهم القدرة ويشركوهم في الحفلات وده بيأثر على نفسية باقي الأطفال ففكرة العمل على عينة عشوائية مش فقط على المواهبين أعتقد دي فكرة مهمة جدا وتطبيق حقيقي وواضح لحقوق الطفل كل شكر لك الناقد محمد كمال المشرف على مبادرة بستان الإبداع شكرا جزيلا لحضرتك